بسم الله الرحمن الرحيم طلاب الأعزاء بهذا المقطع بإذنه رح نحلم مع بعض الاختبار الثامن في بحث المسلس القائم السؤال الأول خليني أحسب الضلع BD رح أسميه A في المسلس A D B أطبق نظرية في سورس A للتربيع بساوي مربع الوتر 16 ناقص مربع الضلع القائم 9 يعني 7 معناها A طلع عندي جزر 7 إذن هذا هون جزر 7 هلأ رح أطبق أيضا نظرية في سورس مرة تانية في المسلس BDJ رح يكون عندي X للتربيع اللي هو الوتر يساوي مربع جزر 7 يعني 7 زائد مربع الواحد وواحد يعني 8 فإذن X رح يكون 2 جزر 2 جواب A السؤال الثاني انتبهي إلى المسلس A F D عندي 6 و 3 و 10 إذن الطول هون 8 عم بيعطيك أنه مرتين طول A A بساوي طول A F إذن A F أنا عندي طوله 8 معناته A A لازم يكون 4 إذن الطول هون صار عندي 4 هلأ المسألة بشكل عام تحولت للشكل التالي أنا صار عندي مثلسي هو مثلس قائم وبداخله مرسوم ارتفاع لاحظ كيف مثلس قائم وبداخله مرسوم ارتفاع يعني أن أطبق علاقات أوكليد رح أطبق علاقة أوكليد الأولى اللي بتقول مربع طول الارتفاع أنا ارتفاعي صار 12 مربعه يعني 12 ضرب 12 يساوي جداء الجزئين اللي بيحددن على الوتر إذن X مضروب بتسعة هلأ فيني أختصر التسعة مع الـ 12 ويقبلوا على ثلاثة تبقى عندي أربعة وهون ثلاثة أيضا للثلاثة مع الـ 12 تبقى عندي أربعة إذن X أربعة بأربعة يعني X طالع عندي 16 الجواب A السؤال الثالث بالسؤال الثالث أنا بنتبه مسلسي اللي كبير هو مسلس قائم وبداخله مرسوم ارتفاع إذن بإمكاني أن أطبق علاقات أوكليد رح أطبق علاقة أوكليد الأولى اللي بتقول مربع طول الارتفاع يعني 21 بساوي جداء القطعتين اللي بيحددن على الوتر إذن بساوي X ناقص 2 مضروب بـ X زائد 2 هلأ مشان ما أعزب حالي وأفك ويطلع معي معادلة من الدرجة الثانية انتبه عندي عددين عدد أول وعدد ثاني واحد عم بنقص 2 واحد عم بزوّد 2 إذن الفرق بين العددين صار أربعة عددين الفرق بيناتهم أربعة وجداءهم 21 إذن هن 3 و 7 إذن صار عندي X ناقص 2 هو 3 إذن هذا الضلع طوله 3 والإكس زائد 2 هو 7 فأصبح طوله الكلي 3 زائد 7 يعني 10 الجواب A السؤال الرابع في المسلس ABG عندي 6-12 يعني A 2A فهذا هون بيكون عندي A بجزر الخمسة يعني 6 بجزر الخمسة انتبه المسلسي الكبير هو قائم وبداخله مرسوم ارتفاع إذن علاقات أوكليد تشتغل معي أي علاقة من علاقات أوكليد أكيد العلاقة الأخيرة اللي هي الرابعة اللي بتقول جداء الضلعين القائمتين يعني 6 ضرب 12 بساوي جداء الارتفاع بالوتر كاملا يعني X مضروب بستة جزر الخمسة الآن الستة مع الستة بيختصروا إذن صار عندي X بيطلع عفوا X بيطلع 12 على جزر الخمسة الآن أنا عندي الجزر بالمقام بدي أتخلص منه فبضرب بالجزر وبقسم على الجزر إذن صار 12 بجزر الخمسة على 5 يعني جواب D السؤال الخامس أعطيني انتبههم في تناسب إذن عندي K بـ 3K DG 3K و BD K بنتبه مسلسي قائم وبداخله مرسوم ارتفاع إذن علاقات أوكليد رح أطبع علاقة أوكليد التانية اللي بتقول مربع الضلع القائم يساوي المرتسم بالوتر كاملا إذن 16 يساوي المرتسم هو K بالوتر كاملا 4K الأربعة مع الستعاش أعطتني أربعة قال التربيع أربعة معناها الكاطلة عندي اتنين إذن معنات الأطوال هون عندي اتنين وهون ستة يعني صار طول الوتر كاملا هو ثمانة انتبه للمسلس الكبير طبعا بإمكاني أحسب الإكس إما من أوكليد التاني أطبع أوكليد التاني بصير المرتسم ستة بالوتر ثمانة أو فيني أقول انتبهت أنه طول الضلع ثمانة عندي أربعة ثمانة مع تزاويتي هون تلاتين مقابل الزاوية ثلاثين نصف طول الوتر معناتها هذا أربعة بجزر الثلاثة جواب G السؤال السادس عم بيقلي A, A, F, D ديكتورغان إذن هذا عندي مستطيل معناتها كل ضلعين متقابلين متساويين بالشكل التالي مبدئيا رح أطبع أوكليد في المسلس A, G, F لكونه مسلس قائم وبداخله مرسوم ارتفاع إذن معناتها علاقة أوكليد الأولى شو بتقول مربع طول الارتفاع يعني 16 للتربية يعني 16 ضرب 16 بيساوي جداء القطعتين اللي بيحددهم على الوتر يعني ثمانة مضروب بطول A, G إذن معناتها بختصر 16 مع الاتمانة أعطاني هون 2 2 بيستطعاش 32 إذن طول A, G أصبح عندي هو 32 بأسلوب مشابه أيضا تماما بطبق أوكليد الثاني هالمرة بالجهة اليسرى أنا عندي A, B, F مسلس قائم وأيضا بداخله مرسوم ارتفاع أيضا نفسها أكليد الأولى مربع طول هذا الارتفاع يعني 64 بيساوي 16 مضروب بطول B, D أكيد 16 مع ال64 تعطيني 4 إذا نطلع طول B, D هو 4 انتبه ما صار عندك صار طول الضلع A, B كاملا 20 طول الضلع A, G كاملا 38 يعني 40 20 40 يعني A 2A فإذا هذا هون A بجزر الخمسة يعني 20 جزر الخمسة الجواب السؤال السابع لو وصلت A, G بالشكل التالي انتبه ما صار مسلس شهير 7 24 بيطلع 25 أيضا المسلس A, G 7 وطر 25 إذن هون عندي 24 هلا جينا على هذا المسلس لو أنا ما أنا حفظان المسلسات شهير بتصرف كيف ال18 وال24 كلاهما يقبل قسمه على 6 إذن هون عندي 3 إذا أسمت 18 على 6 تعطيني 3 رح أسميه 3 24 أسميه على 6 تعطي 4 3 4 معناته هذا هون 5 مسلس شهير الK عندي أنا أسمت 6 ضروب 5 ب6 رح يطلع عندك الضلع 30 إذن الجواب A السؤال الثامن انتبه إلى المسلس A, D, G هو مسلس قائم وبداخله مرسوم ارتفاع إذن بإمكاني أطبق علاقات أوكليد أوكليد خليني أسمي هذا الضلع هون وليكن A خلينا نحسب A من خلال علاقات أوكليد رح أطبق أوكليد الثاني اللي بتقول مربع الضلع القائم يساوي المرتسم بالوتر إذن A للتربية يساوي المرتسم 2 الوتر كاملا صار 8 يعني 16 فإذن هذا A طلع 4 إذن طول الضلع هون طلع عندي 4 طيب اطلع المسلس A D J فيه 4 واتره 8 إذن لابد أنه زاويته هون 30 30 60 90 طيب 60 عندي 90 إذن هون 30 وطبعا هيت اكملت 60 برجي على المسلس نفسه عندي 4 8 إذن هون 4 جزر 3 هلأ جينا شباب على المسلس اللي هو A B D مقابل الزاوية 30 4 جزر 3 إذن X ضعفه 8 بجزر 3 يعني الجواب A السؤال التاسع انتبه إلى A A B فيه 6 جزر 3 فيه 12 لابد أنه 6 إذا طبقت في ساورس أو مبين علي أنه الزاوية 30 طبعا هون عندي 60 إذن زاوية 30 تكملت 90 في عندي زاوية قائمة هون عندي أيضا الزاوية 60 هلأ مقابل الزاوية 60 هو 6 معتها مقابل 30 راح أسمو على جزر 3 بيطلع عندي 2 بجزر 3 30 90 إذن زاوية هون 60 معتها هون زاوية 30 مقابل 60 هلأ عم بشتغل في المسلس A D J مقابل 60 2 جزر 3 معتها مقابل 32 إذن بيطلع عندي الوتر ضعفه 4 يعني الجواب J السؤال العاشر عندي A B A مسلس قائم وشهير 10 8 إذن الطول هون عندي 6 أيضا المسلس A B J مسلس شهير فيه 8 17 إذن هذا كله طول 15 إذن من هون لهون عندي الطول 15 6 عندي إذن تبقى 9 معناته هون عندي أيضا 9 هلأ لاحظ المسلس رح ألونه المسلس B D J أضلع فيه ضلع 9 وتره 15 معناته هون 12 إذن 9 12 15 معناها الجواب J السؤال إذا عش لو طبقت فيسا غرس في المسلس F B A كونه مسلس قائم انتبه عندك 3 3 جزر 2 معناها هذا هون 3 إذن هذا المسلس متساوي ساقين معناها هون عندي 45 أيضا هون 45 هلأ 90 تقسم لهم 45 وهون عندي أيضا 45 انتبه شو صار الخط F A لاحظ هو أسم 45 45 هو منصف وبنفس الوقت عمود معناها هو متوسط وأيضا المسلس متساوي ساقين معناها هون عندي الطول 3 هلأ 3 عندي هذا الطول 3 في المسلس A D A لاحظ وطره 5 طول 3 معناها A A كاملا طوله 4 إذن تبقى 1 انتبه كيف صار المسلس عندك يا قلنا A A طوله 4 و B A طوله 3 إذن أنا بمسلس شهير لاحظ هذا الطول برجع بكرر طلع معنا 4 4 3 إذن X 5 يعني الجواب A السؤال 12 B J A D إذن هذا عندي هون مستطيل فلابد أنه كل ضرعين متقابلين متساوية هلأ لو انتبهت إلى المسلس J D F هو مسلس قائم وبداخله مرسوم ارتفاع طبع علاقة أكليد الأولى اللي بتقول مربع طول الارتفاع يعني 36 بساوي جداء القطعتين إذن 9 ضرب D A إذن لابد أنه D A بيطلع طوله 4 طيب طلع هون الطول 4 معناها هون عندي أيضا 4 هلأ أصبح عندي في المسلس A J D هذا مسلس قائم الزاوية وبداخله مرسوم ارتفاع إذن أيضا بإمكاني أطبق علاقات أكليد أكيد كمان أكليد الأولى اللي بتقول مربع طول الارتفاع يعني 16 بساوي 6 مضروب بالإكس إذن 6 بإكس معناها الإكس هو 16 على 6 قسم على 2 يعني 8 على 3 الجواب B سؤال 13 عندي عم بيقلي A J طوله 24 إذن من هون لهون عندي 24 هلأ لو وصلت D مع B رح يتشكل عندي سلاسية رائعة انتبه إذن هذا الطول بيقى هدول سلاسية رائعة الأطوال عندي هون 12 أيضا هون 12 كمان هون عندي 12 هلأ أصبح لدي المسلس D J B مسلس متساوي الساقين فيه 12 ب12 طب لو نزلت عمود أكيد رح ينزل بمنتصف القاعدة القاعدة عندي كاملة طول 16 22 منتصف معناته هو 11 إذن عندي 6 تبقى هون 5 وهذا الطول صار 11 طول من هون الهون 11 هلأ لو طبقت في المسلس D B H مثلا هاي النقطة هذا الطول رح أسمي A إذن صار عندي A للتربيع يسعي مربع الوتر 144 ناقص مربع الـ 121 إذن رح يطلع عندي 23 معناها هذا الضل يطلع الجزر 23 بالشكل التالي هلأ لحساب الـ X رح أطبق في سغرس بهذا المسلس بالشكل التالي X للتربيع يساوي هو الوتر مربع الخمسة 25 زائد مربع جزر 23 يعني 23 فبيطلع 48 معناها الـ X رح يطلع 4 بجزر ل3 جواب J السؤال 14 عم بيطلب مني المسافة من A إلى D الشكل التالي هلا شباب لحساب هالمسافة هذا الخط المائل أنا رح أحاول أجعله ضلع في مسلس قائم لذلك رح أكمل المسلس القائم بالشكل التالي أمد الضلع AB بهذا الشكل بحيث تطلع عندي أكيد هون الزاوية رح تكون قائمة وأخذ عليه عمود من D إذن تشكل عندي هون هاي النقطة H رح أسميها B, H, D, J أصبح عندي هذا مستطيل اللي 2 بيقابلها 2 بها الجهة اللي 12 أيضا بيقابلها 12 تبه شو صار صار طول الضلع هون خمسة إذن عندي خمسة 12 فلابد أن الوتر يطلع 13 مسلس شهير جواب D سؤال 15 عندي D, B, J مسلس قائم فيه هذا A هذا 2A يعني الضلع القائم أحدهما ضعف الآخر إذن الطول من D إلى J رح يطلع A بجزر الخمسة ضرب 2 جزر الخمسة رجع ضربه بجزر الخمسة رح يطلع معك الطول 10 هلأ بإمكاني أن أطبق أكليد الأولى في المسلس D عفوا أكليد الرابعة في المسلس D, B, J أكليد الرابعة شو بتقول الارتفاع ضرب الوتر يعني B, A مضروبا بالوتر اللي هو عشرة لازم يساوي جداء الضلعين القائمتين 2 جزر الخمسة مضروب بأربعة جزر الخمسة انتبه جزر الخمسة بجزر الخمسة بيعطيك خمسة خمسة ضرب 2 عشرة راحة مع العشرة إذن B, A بصفي عندي طوله أربعة إذن هذا الطول هون عندي أربعة هلأ 2 جزر الخمسة أربعة معناته هون عندي فيه اتنين اتنين أربعة بيعطيني اتنين جزر الخمسة الطول هذا اتنين والطول لكل عشرة تبقى عندي هون ثمانة أو إذا بتحب تطبق أكليد الأولى مربع هذا الضلع جداء القطعتين بيطلع معك الطلع الثاني هلأ هذا الضلع طوله ثمانة معناته عندي A, B أيضا طوله ثمانة انتبه لي إلى المسلس A, A, B في هذا المسلس أنا عندي ضلع طوله أربعة والوتر طوله ثمانة مسلس قائم إذن لابد أنه الزاوية هون ثلاثين والزاوية هون ستين إذن المسلسي أربعة ثمانة فهذا الطول الكلي أربعة جزر ثلاثة فالطول الكلي من هون لأيه أربعة جزر ثلاثة الشيل منه اثنين بيصفي عندك الـ X إذن X يساوي أربعة بجزر ثلاثة ناقص اثنين يعني الجواب J السؤال الأخير المطلوب مني حساب طول BG اللي هو X لاحظوا شباب أنا هون عندي ثلاثة أطوال لكن أنا ما عندي X ما في عندي بمسلس قائم المسلس الكبير ما عندي معلوم منه غير الوتر لو كان في عندي مسلس قائم آخر يحوي كنت بحسبه بسرعة طيب أنا راح أجرب إذن نجرب علاقة أوكليد الأولى شباب نحن قلنا سابقا إنه إذا ما كان في عندي تعامد بتطلع عندي نتائج خاطئة لو طبقت أوكليد طيب جرب هل مربع هذا الضلع اللي هو جزر 2 يعني جزر 2 إذا ربعته هل يساوي جداء هالقطع بهالقطع هل يساوي نص ضرب 4 طبعا جزر 2 للتربية 2 يساوي نص ضرب 4 إذن ما دام الجواب عن بيطلع صحيح فلابد إنه في عندي تعامد بالشكل التالي راح أطبئ إذن هلأ في سغورس في المسلس DBG لحساب X X للتربية يساوي مربع جزر 2 يعني 2 زائد مربع الأربعة 16 يعني 18 معناها X جزر 18 هو 3 جزر 2 جواب ج بهيك شباب يصلنا لنهاية هذا الاختبار أتمنى تكونوا استفدتوا شكرا كتير لأصغاركم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر